بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم في درسنا هذا نقف فيه كما هي العادة مع آيات القرآن العظيم هذا الكتاب الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة ورفع به ذكرها وجعلها الأمة الشاهدة على الأمم والأمة الخاتمة وخير الأمم وهذا الأمر مرتهن باتباع هذه الأمة لهذا الكتاب هذا الكتاب النور وهذا الكتاب الروح وهذا الكتاب الفرقان وهذا الكتاب التبيان في أوصاف كثيرة بلغت خمسين وصفا وأكثر في كتاب الله عز وجل عن هذا الكتاب العظيم فهو القرآن العظيم وهو القرآن الكريم وهو القرآن العزيز ولن يهتد الإنسان إلا باتباعه هدى القرآن وكل من ترك هدى القرآن فقد ظل وانحرف بنص القرآن وكل من ترك هدى القرآن شقي وعصابه الحزن في الدنيا والآخرة بنص القرآن لأن الله عز وجل قال في القرآن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ولأن الله عز وجل قال في القرآن فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه ضمانات ربانية وليس الضمانات بشرية إنما هي ضمانات من عندي العزيز القادر القدير الحكيم جل جلاله ضمانات من عندي أوفى الأوفياء الذي قال عن قوله ومن أصدق من الله قيل وقال عن وفائه بعهده ومن أوفى بعهده من الله فهذه الضمانات أعلنها الرب جل جلاله للبشرية كلها أن من اتبع هدى الله لا يكون ضالا ولا يكون شقيا والإنسان بموجب خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها في بعده النفسي فهو لا يحب الشقاء بل هو ساعٍ بكل جهده نحو السعادة وصرف المؤلم الذي يشقيه وهذا شأن كل إنسان يدعي لنفسه العقل أنه يريد أن يسعد نفسه وأن يُبعد عنها الشقاء وأيضاً كل إنسان يدعي لنفسه العقل والتعقل فإنه لا يريد أن يُنسب لنفسه الجهل ويريد أن يتبرَّأ من والضلال قرين الجهل فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الإنسان لن يخرج من هذين الوصفين ويدخل فيما يُقابلهما من الأوصاف إلا بهذا الشرط العظيم أن يتبع هدى الله أن يتبع هدى الله من ترك هدى الله لا يرتفع قدره في نفسك واحذر ومن ترك هدى الله لا تنظر إليه على أنه يعيش السعادة ولا تنظر إليه على أنه يعيش العلم الصحيح وإدراك الحق كيف؟ والله عز وجل وصفه بأنه ظالٌ شقي عندما لا يتبع هدى الله وأحسب أن كل من وقف مع القرآن وحقَّق تلك الأمور الأربعة التي لا بد أن نذكر بها بين الفينة والأخرى كحقوق الزمن الله عز وجل بها نحو هذا الكتاب الخاتم كتاب الهدى حق القراءة والإقراء والسماع وحق التدبُّر والفهم وحق الإيمان واليقين وحق العمل والتطبيق فإن من استوعب هذا الأمر في كتاب الله وفهمه فهماً صحيحاً وتيقَّن أن هذا مُرادُ الله في كتابه فعندها لا يمكن أن يرتبِك في وزن الناس وتعامُلهم مع هذا الهدى فمن ترك الهدى وكان جاهلاً به إذن لا يمكن أن يكون خارجاً من هذين الوصفين الظلال والشقاء حتى يعود إلى اتباع الهدى لماذا؟ لأن الله قال ذلك ولأن الله حكم بهذا ولأن الله أعلن هذه الضمان للناس أنه لن يخرجاً أي أحد منهم بعد نزول هذا الكتاب من هذين الوصفين إلا باتباع هدى الله وإلا سيكون داخلاً في هذين الوصفين الظلال والشقاء والخوف والحزن وأن ذلك في الدنيا والآخرة وليس الأمر قاصراً على الآخرة بل هو كذلك في الدنيا فإذا أدركنا هذا الأصل العظيم وانطلقنا منه وهذا نجده ما تقرر ابتداءً في أم الكتاب في سورة الفاتحة أفضل سور القرآن فإن هذا الأصل تقرر بكل وضوح ولذلك وجدنا أن تلك السورة العظيمة تضمَّنت ذاك الدعاء الفريد الواجب على الإنسان أن يدعو الله عز وجل به وأن يكرِّره وأن يكرِّره ما دام حيًّا منذ أن يدخل في مرحلة التمييز إلى أن يموت وهو يكرِّر ذاك الدعاء المرتبط بهذه القضية العظيمة الضامنة لإخراجه من الضلال والشقاء وهو اتباع الهدى فالدعاء الوحيد في سورة الفاتحة إهدنا الصراط المستقيم وليس هناك دعاء خاص يجب على الإنسان أن يدعو الله عز وجل به وأن يكرِّر الدعاء تكرار وجوب إلا هذا الدعاء لأنه في سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في كل ركعة وأن يقرأ فيها وفي وسطها هذا الدعاء إهدنا الصراط المستقيم وأن سورة البقرة تلك السورة العظيمة كما تبين لنا أن تلك السورة وصفت بأنها سورة الكتاب المهيم سورة الكتاب الهدى فلذلك من سأل الله عز وجل الهدى وكرَّر الطلب فيجد الجواب مباشرة فيجد الجواب مباشرة بعد أن ينتهي من السورة التي ورد فيها الدعاء مباشرة يجد الجواب في أول وصدر السورة التي بعدها فالذي يقول احتوتها سورة البقرة بذلك الزمام العظيم زمام الكتاب المهيم والذي من خلالها بُني في النفس قضية الإيمان واليقين بما لهذا الكتاب من هذا الوصف العظيم أنه هدى ويوجد الطمأنينة والقبول في أن يتجه الإنسان إلى هذا الكتاب وأن لا يجد ولا يظن أن ظالته في إصلاح نفسه وسلوك طريق الهدى موجود في غير هذا الكتاب آية سورة البقرة بآياتها فإنها عززت هذا اليقين في قلب الإنسان عندما يقرأ تلك السورة ويقرأ تلك المجادلات التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قومه من الكفار المشركين وبين أهل الكتاب ممن جاورهم بعد هجرته وهم اليهود فإنه يجد أن القضية ليس هناك شيء في هذه السورة إلا وتجد له رابط بذلك الأصل العظيم أن هذا الكتاب كتاب هدى وأن الهدى الذي فيه هو ذاك الهدى الشامل ذاك الهدى العام الذي لا يخرج عنه شيء فكل ما يحتاجه الإنسان من الهدى يجده في هذا الكتاب ثم بعد أن تقرر هذا من خلال تلك السورة العظيمة على طولها الذي قارب ثلاثة أجزاء تأتي سورة آل عمران ليكون أيضاً زمامها في أولها فإن من عرف أن هذا الكتاب كتاب الهدى الشامل كتاب الهدى العام الذي أنزله الله للإنسان والذي سيدخل الإنسان في تلك الضمانة الربانية من أين يبدأ وكيف يعمل وكيف ينفذ فتأتي قضية القصد قضية التوحيد قضية التسليم الذي بدايته أن تعلم أن التسليم والإخلاص وإفراد الله بالعبودية مدني على تمام الحقانية لله عز وجل أن ذاك التوحيد وأن الإنسان سينطلق في تسليم قياده وأمره وفكره ولبه ونفسه وجوارحه للكتاب الهدى لأن هذا الكتاب نزل من عند من يستحق أن يعبد وحده وأن لا يشرك معه شيئا فابتدأت السورة بإثبات تلك البراهين وفتح تلك البوابة العظيمة لتأصيل هذه البراهين أن الله عز وجل هو صاحب الحق الأوحد أن يحكم لهذا الإنسان ويشرع وهو صاحب الحق الأوحد أن يعبد بما شرع جل جلاله وأن تلك البراهين إنما هي قائمة على أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلا وأن اسم الله الأعظم الذي تضمنه اسمي الحي القيوم فإنها تؤسس وتؤصل في نفس الإنسان هذه اليقينية وهذا التسليم وهذا القبول لأمر الله عز وجل فلا ليس صحيح أننا نقرأ القرآن نهُذُّه هذَّ الشعر وننثُره نثر الدقل وإنما لابد من التدبُّر والتفكُّر ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيُّوب لماذا لا إله إلا هو لأنه وحده هو الحي الحياة التامة الكاملة فهو الأول الحي وهو الآخر الحي جل جلاله وهو القيُّوم الذي قام بذاته ولا يحتاج لأحد سواه من خلقه القيُّوم الذي لا يقوم شيءٌ في هذا الوجود إلا بقيام الحي القيُّوم له وأن كل من سواه ومن عداه جل جلاله لا يمكن أن يكون الحي القيُّوم فهذا الباب العظيم الذي فتح لعقل الإنسان السليم كيف يُؤسِّس براهين براهين التسليم لإفراد الله عز وجل بالعبادة لأنه يا إخوة ليست قضية العبادة مجرد قضية مشاكلة للآخرين والناس وإنما القضية قضية إيمان ويقين ورضى وتسليم وتعقُّل وفهم كيف سيثبُّت الإنسان أمام الشُّبُهات كيف سيثبُّت الإنسان أمام مكر أعداء الله كيف سيمكُر أمام مكر إبليس الذي يمكُر بالإنسان الليل والنهار إذا لم تُبنى تلك الأمور عن قناعة ويقين ووضوح وبيان فلذلك الوقوف مع البراهين من أعظم ما يعين الإنسان على أن يسلك هذا الطريق فإذن ذاك الكتاب المهيم الهُدى إنما هدايته أصلُها وأُسُّها ومنطلقُها توحيدُ الله عز وجل وإفرادُه بالعبادة ثم تأتي سورة النساء لتُكمِلَ عِقْدَ المفاهيم الكُبرى وهو أن ذاك القصد والتوحيد الذي جاء به الهُدى في كتاب الهُدى الكامل أن ذلك الأمر لا بد أن يجتمع عليه الناس فليس هو أمرُ شخصٍ واحد وإنما هو أمرٌ للبشرية كلها يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ فقضيةُ الاجتماع هي أيضًا زمامُ سورة النساء وإن رجعنا نجد أن هذا الأمر بيَّنه ربنا عز وجل في سورة البقرة عندما كانت أول قصةٍ ذُكِرت في سورة البقرة قصة آدم عليه السلام القصة التي كما قلنا أسَّست وأصَّلت للقضايا والمُحكمات الكُبرى للإنسان كإنسان وبيَّنت أن الأصل في الإنسان أنه مُوَحِّدٌ لربِّه عز وجل وليس الأصل فيه الكفر بل الأصلُ الإيمان والتوحيد والإسلام والخُضوعُ لله وهذا الأصلُ في خلقتنا هذا الأصلُ في بدايتنا على ظهر الأرض بدايةُ أبينا الأول آدم عليه السلام أليس نزل إلى الأرض وقد تابَ الله عليه من ذنبه ومعصيته ثم هداه فهو مهديٌ بهدى الله معلَّمٌ بتعليم الله علَّمه الله الأسماء كلها فالأصلُ في بني آدم على ظهر الأرض الإيمانُ للكفر فالكفرُ طارئٌ عليهم والأصلُ الثاني الأصلُ فيهم الاجتماع للإفتراب وأنَّ ذاكَ الاجتماع أساسُه اجتماعٌ على قضية الإيمان والتوحيد والإسلام وليس على ليست قضيةُ المصالح وإنما الأصلُ الاجتماعُ على هذا الدين على الإسلام وعلى الإيمان فهذه أصول عظيمة تقرَّرت من خلال قصة آدم عليه السلام فآدم إنما وصل إلى ذلك بهدى الله فكان مهتديًا بهدى الله فكانت عبادته لربِّه وإفرادُه للعبادة وإيمانُه بالله خالقِه ثم أنَّه كان وذُرِّيَّتُه أُمَّةً واحدةً فقال الله كان الناس أُمَّةً واحدةً أُمَّةً واحدةً بِهُدَى اللَّهِ اجْتَمَعُوا فهدى الله بهذا التوحيد والإيمان جمَّعَهم فكانوا أُمَّةً واحدةً ثم اختلفوا فما الذي فُعِلَ بهم من قِبَلِ رَبِّ السَّمَاء استمرَّ إنزالُ الهُدَى وقضيةُ الهُدَى الذي تلقَّاهُ آدم هي هي قضيةُ الكُتُب التي أنزلها الله على الأنبياء الهُدَى فالتوراةُ فيها هُدَى ولذلك نُذكَّر في صدر سورة آل عمران بذلك والإنجيلُ فيه هُدَى والقرآنُ هُدَى بل هو كتابُ الهُدَى الكامل فإذن الهُدَى استمر لأنَّ الله وعد والله لا يُخلِفُ الميعاد والقضيةُ الأساس في الدخول في الهُدَى الإيمان والتوحيد وإفرادُ الله بالعبادة فها نحنُ نرى هذه السورة تُرشِدُنا إلى هذه القضية وأن يكون ذلك دعوة لكل البشر أن يكونون تحت ظل هذه الراية الحقَّة رايةُ الإيمان والتوحيد فيأتي تذكيرُ الناس في صدر سورة النساء بهذا الأمر تلك بدايتُكم والله عز وجل نشرَ الناس وتكاثروا في الأرض فلا ينبغي أن يغفلوا عن الأصل الأول فعلى هذا الأساس إذا نُدرك أن الله عز وجل الذي أنزل هداه لما كان هذا الكتاب هو الكتاب الخاتم وسيبقى ليس بعده كتاب فلذلك ضمن الله عز وجل له الأمور التالية الضمانة الأولى أنه ضمن أنه فيه الهُدى الكامل الذي ستكون فيه الكفاية لإصلاح الإنسان منذ أن نزل القرآن إلى يوم قيام الساعة لأنه لا كتاب بعده لا كتاب بعده فلذلك ضمن الله عز وجل فيه هذه الكفاية فوصفه الله بهذا الوصف في آخر سورة نزلت تضمنت الأحكام على النبي صلى الله عليه وسلم وهي سورة المائدة وفي أعظم موقف والأمة مجتمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر الله عز وجل أنه أكمل وأتم هذا الدين وهذا الدين ما هو مصدره هذا الكتاب فقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا تنسوا لا تنسوا أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد نزولها سوى إحدى وثمانين ليلة ثم مات عليه الصلاة والسلام وقلنا أنها تضمنت ثلاث حقائق كبرى أن الله عز وجل يخبر بأنه أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء وأن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء وأن الله رضي هذا الدين فلا يسقطه أبداً إلى يوم القيامة ثلاثة معاني عظيمة ثلاثة معاني عظيمة عظيمة جداً لأن يمتلئ لأن يمتلئ هذا القلب بكمال الرضا والثقة والطمأنينة في النظر إلى الوحي من لم يؤسس مثل هذه الأصول كيف سيثبت أمام الشبهات التي تبث ويقول قائلها أن الناس وما حصل من تطور في أمور الصناعة وغيرها هم لا يحتاجون أو أن ما في القرآن لا يغطي ما يحتاجه الناس كيف سيجد الإنسان نفسه أمام مثل هذه الشبه فمن لم يبني فكره وعقله ولبه ويزكي نفسه على هذا الكتاب بوعي كيف سيثبت أمام الشبهات فإذن هذه الآيات أعطت تلك الدلالة فإذن الذي أخبر بأنه لا كتاب بعد هذا الكتاب أخبر بأن هذا الكتاب فيه الهدى التام الشامل ولذلك من هنا وصف العلماء هذه الشريعة المباركة الشريعة الخاتمة وصفوها بأوصاف فمن أوصافها الشمول بمعنى أنه ليس هناك شيء يحتاجه الإنسان إلا ويجد في وحي الله جوابا وأنها موصوفة بالثبات فإنها لا تزول الحرام حرام من يوم أن نزلت آيات القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وسيبقى حراما إلى يوم القيامة والواجب واجب من أول نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر يوم من حياة الناس ليست القضية مردها إلى هوى البشر وإنما هذا وحي رب البشر فضمن لهذا الكتاب شموله وثبات أحكامه فكان هذا من أوصاف هذه الشريعة المباركة هذه الشريعة الخاتمة التي جاء بها هذا الكتاب الخاتم ثم ضمن الله لهذا الكتاب ضمانة أخرى الأولى ضمانة الكمال والتمام الضمانة الثانية ضمانة الحفظ لأن الله أوفى الأوفياء أليس قال للأبوين فإما يأتينكم مني هدى فهل انقطع هدى الله عن الناس والأنبياء ترسل تترى في الأمم والكتب تتنزل عليهم بالهدى من عند ربهم عز وجل ليبلغوا هدى الله فلما كان هذا هو الكتاب الخاتم والهدى الشامل الكامل ضمنه الله تلك الأوصاف فحقق له الضمانة الأخرى وهي الحفظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ فإذا انطلقنا من هذه الأصول ومن هذه الأمور وأن الخطاب للناس كلهم وأن الدين إنما يقوم بعمل الناس بمجموعهم وأنه ليس في مقدور واحد أن يحقق تلك التشريعات كلها بأكملها مهما كان أعطى الله عز وجل ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم ووزعه بعد ذلك في الناس فلما كان أمر الدين إنما يقوم به أفراد الناس فيا ترى أليس الناس متفاوتون في القدرات والطاقات أليس الناس متفاوتون في القدرة على الفهم والاستيعاب الجواب بلى وهو أمر مشاهد يراه كل أحد فانظروا إلى حكمة الحكيم وعلم العليم ورحمة الرحيم كيف يضع تشريعه ليتفق مع ذلك كله لأنه قال ما جعل عليكم في الدين من حرج ولأنه قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولأنه أنزل هذه الشريعة لتكون رحمة للناس كلهم ليست لجنس دون جنس ولا لفئة دون فئة فليست هي للعرب دون العجم أو للعجم دون العرب ليست للذكور دون الإناث أو للإناث دون الذكور ليست للأذكياء ليست للأذكياء دون الأغبياء ليست للأغنياء دون الفقراء أو للفقراء دون الأغنياء ليست للوجهاء دون العامة أو للعامة دون الوجهاء وإنما هي لهؤلاء كلهم فلما كانت لهؤلاء كلهم جعل الله ذاك الوصف المعجز لكتابه ما هو التيسير ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ومن هنا قال العلماء ووصفوا هذه الشريعة بوصف ليقربوا هذا المدلول فقالوا هذا التشريع وهذه الشريعة شريعة بدوية بمعنى أنها ليس فيها من التعقيد الذي يجعل الإنسان لا يعي مراد الله ويفهم ما هو الواجب عليه نحو ربه وكيف يدخل في هذه الرحمة بأن يكون هناك جهد كبير من البشر بل ما دام أنه يعرف اللسان العربي فإنه يستطيع أن يصل إلى ذلك متى ما قرأ القرآن أو سمع القرآن هذا الإعجاز ولقد يسرنا القرآن للذكر فما يتحقق به أصل الهدى وأصل الاستقامة يصل إليه الإنسان فقط بأن يكون يملك اللسان العربي ويفهم اللسان العربي ولذلك الله عز وجل عاتب قريش وماذا كان عند قريش إلا هذه الوسيلة عاتبهم على ماذا على عدم التدبر فقال لهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هم كفار يعاتبهم لأنهم يملكون الأدات التي بها يفهم هذا الكتاب ويفهم أصل الهدى الذي فيه ثم هناك تفريعات يحتاج فيها الإنسان إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا لكن أن يضع الإنسان قدمه على الصراط المستقيم وأن يدخل نفسه في ذلك الهدى وأن يكون من أهله فإنه يحتاج إلى هذه الأداء اللسان العربي ومن هنا جعل العلماء تعلم العربية واجب لهذا السبب دون غيرها من اللغة على هذا الإنسان المسلم فيا سعد من أكرمه الله وجعله من أبوين ينطقوا اللسان العربي ليكون عنده أداة الفهم لأصل هذا الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل فإذا هذا الدين وهذا الكتاب الذي جعل الله عز وجل ليسرى من صفاته والبيان والتوضيح والتوضيح هو كتاب عربي مبين بلسان عربي مبين واضح فنجد أن هذا الأمر جليٌّ جليٌّ ظاهر وإلا لو كان غير ذلك لقالت قريش كلفنا بما لا نطير لكن لما كانوا يتكلمون اللسان العربي فإن الله جعل كتابه يُدرِك الإنسان أصل الهدى الذي فيه بمجرد أن يملك هذه الأداة اللسان العربي وهذا أمرٌ في غاية العظمة حقيقة ولا بد من فهمه واستيعابه ومن ثم نبذل هذا الحق لكتاب الله بالتدبر والتأمل ثم بعد ذلك إذا أدركنا أيضاً هذا الأصل العظيم هو أصل التيسير وارتباطه باللسان العربي لما كانت أيضاً من حكمة الله أن هذه الحياة الدنيا خُلِقت وخُلِقَ الإنسان فيها بهذا النظام الكامل لحكمة الابتلاء والامتحان وأن الجزاء سيكون هناك الناس فيه متفاوتون وخلق الله الجنة درجات وخلق النار دركات فَعَلَى قَدْرِ مَا يُدْخِلُ نَفْسَهُ فِي الظُّلُمَاتِ وَالْجَهْلِ على قَدْرِ مَا يَتَدَحْرَجْ وَيَنْزِلْ فِي دَرَكَاتِ النَّارِ فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا جَعَلَ وَحْيَهُ يَتَنَاسَبْ مَعَ هَذِهِ الْحِكْمَةِ فهناك ما يمكن أن يصل إليه كل الناس وبه يكونون من أهل الجنة وهناك ما يكون طريقاً لتسابق المتسابقين وما يصلح الإنسان أيضاً شيء عند الإخبار به مرتبط به شيء آخر لا يطيق الإنسان فهمه ولكن يلزمه الأول والأول إذا ذكر سيستلزم الثاني الذي إنسان لا يستطيع أن يصل إليه عندما يخبر الرب جل جلاله عن نعيم الجنة هل الإنسان يحتاج إلى أن يخبر عن الجزاء؟ الجواب نعم فيخبر عن الجزاء لكنه لا يستطيع أن يدرك حقيقة ذلك الجزاء فالأول يدركه ويفهمه ويفهم الحكمة منه والثاني لو أراد أن يقحم نفسه بغير حق لدخل في أمر مشتبه فإذن فالله سبحانه وتعالى العظيم الجليل يخبر أن هذا الكتاب الهدى في آياته التي أحكمت التي أحكمت تمام الإحكام أخبر أنها باعتبار إدراك الفهم والمراد بين أن يكون الفهم أن المراد بتلك الآية أو الكلمة معناً واحدًا لا لبس فيه وبين أن يكون لها أكثر من معنى فبيَّن أن القرآن ينقسم في هذا الأمر إلى قسمين منه المحكم ومنه المتشابه وأن المحكم هو الأصل وأن المحكم هو الأكثر وأن المحكم يرتبط بأصول الدين التي بها تتحقق السلامة والنجاة لك يا ابن آدم كل ذلك مرتبط بالمحكمات به تصلح دنياك به تصلح أخراك وأن ذلك مرتبط بالآيات المحكمات وأنها هي أم الكتاب أم الكتاب باعتبار أنها الأساس والأول والأصل الذي كان البدء به وأم الكتاب باعتبار أن كل تلك الأمور الفرعيات والمشتبهات إنما يكون فهمها حال إرجاعها إلى المحكمات إذن صارت هي العصل ابتداءً وصارت هي المرجع انتهاءً فبها البداية في تأسيس الإيمان وبها النهاية عند إكمال الإيمان وإغلاق أبواب الشبهات والشكوب فالمرجع في ذلك إلى المحكمات وفي هذه الآية التي بين أيدينا وقدمنا لها بهذه المقدمة الطويلة لأهمية هذا الموضوع وشدة الحاجة إليه لهذه الأمة في كل مراحلها وخصوصاً في زمننا هذا الذي يحتاج فيه أهل الإسلام إلى الاجتماع والإئتلاف وإزالة الشقاق والنزاع وإلى أن يحققوا الأخوة الإيمانية الصادقة وأن يدركوا ما هو علاج القرآن في هذا الباب لأن القرآن من أعظم علاجاته التي جاء بها كيف يحقق للأمة المؤمنة الاجتماع والإئتلاف وكيف يعالج صغر النفوس ومرض القلوب الذي يدفع نحو الإفتراق والنزاع والشقاق وأن هذا من أعظم علم القرآن وعلم الشريعة الذي جاء به هذا الوحي ليعالج في هذه الأمة فلما كان هذا هو أمر الله وكيف تحقق ذاك النموذج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع تلك الفئة التي افترقت في قبائلها وألوانها واجتمعت بهذا النهج العظيم بهذا الكتاب الكريم ليبقى ذاك النموذج هو المعيار للأمة تنظر إليه على الدوام وتقيس نفسها عليه وأبقى الله عز وجل الكتاب الذي تربوا عليه فأخرجهم كنموذج أعلن الله عز وجل الرضا عنه في ذاك المحفل العظيم ورضيت لكم الإسلام دينة على ما أنت عليه يا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبك الكرام على ما أنتم عليه لا تغيروا ولا تبدلوا وأن الأمة ستكون مكلفة من بعدك أن يتأسوا بما كنت عليه وأصحابه فهذا الأمر الذي له هذه الأهمية فإننا نجد أن هذه الآية السابعة من سورة آل عمران ستعرض لهذا الموضوع وستبين هذا الأمر في ظل حادثة وسبب نزول هذه السورة ولبيان ما هي الخطورة ما هي الخطورة عندما يأتي الإنسان على هذا الكتاب ويترك كل المحكمات ويتمسك ابتداءً بالمتشابهات ما هو الانحراف الذي سيقع فيه وما هو الظلال والظلم الذي سينسبه للقرآن والذي سيدخل نفسه فيه عندما ينطلق مع المتشابهات تاركاً للمحكمات وعندما لا يفهم كيف يتعامل مع المتشابهات كيف سيزير وكيف سيضل ويفارق الهدى مع أنه أخذ بآيات نزلت في الهدى ولله المثل الأعلى كمن يدخل إلى صيدلانية أليس كل ما في هذه الصيدلانية اسمه دواء الجواب بلى لكن أليس هناك بعض الأدوية يأخذها الإنسان وهو ليس مريض بالمرض المتعلق بذلك الدواء فقد يكون سبباً في موته وهلاكه مع أن اسمه دواء إذن أين الإشكالية؟ ليست الإشكالية أن الذي أخذه تجرد عن اسم الدواء لكنه لم يفهم لم يفهم مرض نفسه هذا واحد ثم لم يفهم ما الذي يناسبها من العلاج هذا اثنين ثم لم يفهم كيف يستخدم العلاج فلذلك يهلك بما هو علاج ودواء وهذه هي الخطورة وعندما الإنسان يدخل ويأخذ دواء لذلك لو جاء إنسان نصحه يقول أنت لا تفهم لأنه هو متيقن أن الذي بين يديه ماذا؟ دواء وأخذه من تلك الصيدلانية لكنه غاب عنه أنه لم يكن هناك العالم الرباني للوحي وهو لم يدرك أنه كان معه الطبيب الماهر الذي يشخص له مرض والذي يفهم خصائص الأدوية والذي يفهم طريقة استخدامها فلما فقد ذلك هلك بما هو سبب للنجاة ومن الخاسر أكثر من هذا الإنسان؟ فلما كانت هذه القضية وكم في الأمة وقعت ويلات بهذا السبب الخوارج ما هي قضيتهم؟ ما هي مشكلتهم؟ نفس المشكلة نفس الإشكال أليس هم جاءوا إلى هذا الوحي؟ بلى لكن جاءوه بماذا؟ بغير عالم رباني جاءوه بغير نفوس صادقة فلذلك هلكوا وأهلكوا فإذا أدركنا هذه الخطورة إذا ندرك ما هي أهمية هذه الآية التي بين أيدينا وهي تتحدث عن هذه القسمة لآيات القرآن وتبين كيف وقع أولئك وهذا التعليم إنما كان مرتبطاً بواقع وحدث عملي تجلى فيه كيف دخل أصحاب الانحراف واتجهوا إلى المشتبهات وتركوا المحكمات كيف ظلوا وما هو مستوى الضلال الذي وقعوا فيه؟ إنهم نصارى نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يجادلوه ومعهم عالمهم وقلنا أن ذاك العالم الذي كان فيهم لم يكن بروزه على مستوى مدينته بل كان قيصر الروم لما بلغهم من علم ذلك العالم أن نجراني أنهم كانوا يبعثون لهم بالأموال والهدايا تقديراً لما وصل إليه في العلم بالنسبة لهم ثم يأتي هؤلاء وهم بهذه المكنة وبهذا المال وعليهم من أبهة اللباس والمظهر ما يبهر الناظر إليهم ولا يقول أن هؤلاء أهل جهل وما هم فيه من المنظر والهيبة ثم عندما جاءوا استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بأن يتعبدوا في داخل مسجده إذن هم أهل عبادة وصلاة وليسوا أهل باطل وفسق فأذن لهم ثم بدأوا يجادلوا ومن يجادل القرآن يغلب أو يغلب فوجدوا أنهم أسقط في أيديهم وانتهت حججهم ومع ذلك ما منعهم إلا التعلق بالدنيا وحب الدنيا اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في هذه الأمور فما قبلوا فاجتمعوا والله مطلع ورأوا أنهم سيغلبون فرفضوا فخيرهم وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم لم تقبلوا وقد أسكتتم وليس عندكم حجة فالمطلوب منكم ماذا المباهلة أن تدعوا على أنفسكم باللعنة وغضب الله إن كنتم مبطلين وأنا أفعل ذلك مثلكم فقالوا يا محمد تركنا حتى نتشاور ذهبوا وتشاور قال عالمهم لقد علمتم أنه ما يباهل أحد النبي إلا وقع عليهم تلك المباهلة فعلموا أنه ليس إلا العقوبة إن باهلوا ولكن ماذا طيب ما الذي يجعلهم ليقبلون الحق الدنيا والتعلق بها فجاءوا إليه في الغد كيف سيخرجون وكيف أيضا جاء الكبر ولا يريدون خروجا بهزيمة على أقل تقدير إن لم يكن انتصار فخروج بدون هزيمة ظاهرة فجاءوا إليه بعد تشاورهم قالوا من أين دخلوا جاءوا إلى المتشابهات قالوا يا محمد ألست تقول أن عيسى عليه السلام كلمة الله قال بلى قالوا وتقول أن عيسى كلمة الله وروح من قال بلى قالوا يكفينا هذا منك هذه الكلمة وهذه الأوصاف كيف ستفهم ستفهم بالمحكم الذي أخبر الله عن عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن عيسى عبد الله أن عيسى عبد الله وأنه حمل حملا في بطن أمه كما هي عادة كل البشر وأن الإعجاز أن الله عز وجل جعله كآدم فآدم لم يخلق من أبوين وعيسى لم يخلق من أب وخرق من أم فعندما غفلوا عن المحكم وتمسكوا بالمتشابه ما هو الأمر الذي دخلوا فيه وأوقعوا أنفسهم فيه ودخلوا فيه البقاء على الكفر ومن ثم الخلود في نار جهنم وكان هذا الظلال والزيغ الذي وقعوا فيه عندما تمسكوا بالمتشابه وتركوا المحكم إذا أدرك الإنسان هذا الأمر إذن كم سيكون هو محتاج أن يفهم ما هي المحكمات وما هي المتشابهات وكيف أفهم المتشابهات في ظل مرجعية المحكمات وكيف أبتدئ في بناء نفسي على المحكمات وليس على المتشابهات وكيف أفهم من يعرض أمر الدين من بوابة المتشابهات لا من بوابة المحكمات وأعلم أن هذه طريقة طريقة ظلال وانحراف ومن ثم لا أتأثر بذلك كل هذه الأمور والقضايا ذات الأهمية إنما ترتبط فهمها بما ذكر العلماء عند الآية السابعة من سورة آل عمران التي يقول الله عز وجل فيها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هذه الآية العظيمة في هذه السورة الكريمة الحاجة ملحة إلى فهمها وتعلمها ليصبح بعد ذلك الإنسان إذا قرأها أو إذا سمعها يستحضر كل تلك المعاني العظيمة المرتبطة بهذا الأمر الخطير على سلامة الإنسان والذي سيجد فيه الطمأنين ما أحوجنا حقيقة في زمن كثر فيه أن يقول كل من يفتح فمه ليقول فيبلغ الآفاق أن يكون الإنسان واعي وإلا قد ينجرف ويؤخذ وقد يهلك فلذلك الحاجة إذن ملحة لإدراك هذا الأمر فإذن هذه هي مقدمة أرد أن تكون بين يدي هذه الآية الكريمة ونسأل الله عز وجل أن نوفق في أن نوصل هذه المعاني عن المحكمات والمتشابهات وكيف تكون المحكمات الأساس في بناء الإيمان وسلامة التصور والتفكير وكيف تكون هي مرجع لرد كل الشبهات وكيف نفهم طرق أهل الزيق عندما انطلقوا من المتشابهات فهذه أمور تحتاج إلى بيان ونكمل ذلك في درسنا القادم بإذن الله ومشيئته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا